السلامة ومرحبا بكم انسي كل في متابعة للقضايا اللي قادة تصير والجرأة اللي قادة تصير للأسف الشديد في تونس أهمهم قضية رحمة اللي وليت قضية رأي عام في تونس بسيفة عامة ودخل فيها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بعد الاحتجاجات الكبيرة اللي صايرة في البلاد والمطالب الشعبية اللي طالب بتطبيق عقوبة الأعدام على الجاني اللي ارتكب الجريمة هذية دونك قلت برشا للدعوات الشعبية هذية اتفعل معهم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد واليوم في كلمة لي أكد على ضرورة تطبيق القانون وقال من قتل نفسا بغير حق مصيره الأعدام وجزئه الأعدام وهكا يكون فما تناخم بالموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد وموقف الشعب التونسي ولا خلينا نقول أغلب ولا فئة كبيرة من الشعب التونسي باعتبار أنه فما جزء من الشعب التونسي ما هوش موافق على تطبيق عقوبة الأعدام اللي هي ما هيش مفعلة في تونس منذ 1991 ما تمش تطبيق حتى عقوبة لكن يحكم به أما ما تتطبقش في المقابل فما برشا منظمات طالبت بإلغاء العقوبة هذية كما منظمة العفو الدولية كما رابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان برشا منظمات أخرين برشا مشاهير زيدة لكن زيدة شفنا برشا مشاهير طالبوا بتطبيق عقوبة الأعدام برشا شفناهم يصرحوا كما مريم بن ميمي وبرشا أخرين لحقيقة انطالبوا بنفس المطلب الشعبي هذية دونك القرار متع رئيس الجمهورية أو الكلمة متاعه أنه هو ما هوش ضد الأعدام ويريد تطبيق الأعدام على المجرمين اللي يرتكبوا جراء بشعة في المجتمع التونسي بش تكون العقوبة ترادعة هذية يعني أثار يعني برشا استقبلوه معناه الناس والعبيد برشا من مؤيدي رئيس التونسي قاس سعيد استقبلوه بكل رحابة صدر ورحبوا بالقرار متعه وبالكلمة متعه فباش نشوفوه في اللي يمات الجاية باش يتم تطبيق عقوبة الأعدام على الجاني في القضية هذي قضية رحمة الله يرحمها وإلا لا هذي كل يقعد في متابعة في اللي يمات الجاية اشتركوا في القناة